اللهم لك الحمد كله ولك المجد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد أشرف المرسلين اللهم صل على محمد خاتم النبي اللهم صل على محمد رحمة الله للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم احفظ عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إن طاغية الشام قد طغى وبغى وعتى عن أمرك وعثى في الأرض فساذا اللهم أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أرسل عليه جندا من جندك اللهم أهلك هو أتباعه اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه اللهم دمر قوتهم واكسر شوكتهم وأزل دولتهم ونكس رايتهم وجعلهم هم وأحلافهم عبرة للعالمين اللهم جعلنا من عبادك المخلصين اللهم جعلنا من عبادك المجاهدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين